زي ما شفتوا بالتأكيد انتظروا بالتأكيد الإعلان عن صفقة جديدة للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة وزي ما كنت بتكلف موضوع الصفقات قلت فيه استراتيجية جديدة بالنسبة للنادي الأهلي وسؤال انتقالات النادي الأهلي بالتأكيد بيشتغل عليه بشكل مختلف في التدعيم سواء من داخل مصر أو من خارج مصر وقلت قبل كده فيه سوء الانتقالات ممكن تجيب لعيب أفضل جودة وبأقل سعر من مدارس مختلفة والنادي الأهلي بيتعامل مع ملف الصفقات طبقا للوايح المنظمة للمسابقة خلال الفترة اللي جاية مسألة الشراء في حدود الميزانية مسألة التدعيمات من لعبين أفضل جودة وبأقل سعر عما هو معروض في السوق المصري أكيد سرعة تختلف تماما خلال الفترة اللي جاية عندك فرصة ان يكون عندك تمن أجانب تمن أجانب خمسة في الفريل أول وتلاتة في المراحل السنية الأهلي بيشتغل على الاستراتيجية دي ولسه عندنا مساحة وقت خلال الفترة اللي جاية الليحة دي على فكرة مش إلزامية على كل تبقى لإحتياجاتك وتبقى لرؤيتك وتبقى لأرقامك المالية والميزانية بتاعتك وبالتالي النادي الأهلي بيلعب في مصابقات كبيرة بتحتاج إلى لاعبين زنوعية مختلفة فالنادي الأهلي بالتأكيد بيحضر للفترة اللي جاية يعني كل ده بيحصل عشان حاجة واحدة بس عشان يسعد جمهور النادي الأهلي ويشتغل على الفوزة بكل البطلات دوري كاس سوبر دوري أبطال إفريقيا وبإذن الله كاس العالم للأندية خلال المواسم القادم طيب تريند الأهلي والنهاردة فيه كلام كتير جدا بخصوص تريند الأهلي كان موجود في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة نروح مع بعض لتريند الأهلي ونشوف اللي كتب في الساعات الأخيرة خاصة أن فيه كلام مهم جدا متعلق بمسألة الصفقات وقيمة الفريق الفترة اللي جاية أول حاجة معي حساب الأهرام ومن خلال حسابها على تويتر قالوا أن الأهلي يدرس إرسال كل الأسماء في القيمة الأولية للموسم الجديد يعني حتى اللعبة اللي خرجت على سبيل الأعارة أو البيع النهائي عشان تحافظ على حقوقك المادية هتسجلهم في القيمة الأولى لتكون أخرها يوم الخميس اللي جاي لكن ليك الحق بالمناسبة وانت بتستعد لإرسال القيمة التانية اللي هيكون آخر معادي لها في منتصف عشرة تقدر بقى تشيل وتخط وتخلي القيمة النهائية في منتصف شهر أكتوبر لكن دي اللمسات الأخيرة اللي بتحصل فيه مسألة القيمة الأولى والإن شاء الله النادي الأهلي هايعلن عنها يوم الخميس اللي جاي القيمة الأولى المحلية والقيمة النهائية للمسابقات الإفريقية اللي الأهلي هايعلن بيها دوري أبطال إفريقيا وليك حد أقصى في هذا الموسم هتسجل 33 لعب يوم 15 تسعة طيب نروح كمان لحساب اليوم السابع على تويتر منافسة ساخنة تنتظر شادي حسين مع محمد شريف في خط هجوم الأهلي بالموسم الجديد وده اللي كنت اتكلمت فيه في بداية الحلقة الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر أيضا مستشفى الأهلي مارسل كولر يتسلم تقريرا بخمس مصابين برستاو، أفشا، عمار حمدي، محمد شريف، أحمد نبيل كوكا خمس لعبين كان عندهم ظروف إصابات مختلفة أكيد تقرير كامل قدمه دكتور أحمد أبو عبلا لمارسل كولر خلال الساعات اللي جاي عشان يتعرف على حالة الخمس لعب قبل بيبدأوا يخشوا فيه تدريبات الجمعية الفترة اللي جاي نروح كمان لحساب بطولات الأهلي يوافق على صفر بيرستاو إلى قطر يمكن كلنا عارفين الأهلي الفترة الأخيرة في مسألة الفحوصات الطبية في مستشفى أسبيتار القطرية فبعض الأحيان الأهلي بيحتاج أن يتطمن على لعبة أكتر فممكن هيكون فيه رؤية بالنسبة لبيرستاو خاصة مع شكوى من قسرة الإصابات في العضلة الأمامية ده نشوفه خلال الساعات الجاي لكن كخبر رسمي، لا، مفيش حاجة رسمية بتقول أو بتدول أن الخبر ده مؤكد أن بيرستاو رايح قطر هنشوف الساعات الجاية بعد القياسات البدنية اللي عملتها لعبة الأهلي إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل